أكد رئيس وهيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع انتظام حركة الملاحة بالقناة مشيرا إلى أنها لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية أوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس نجحت في إتمام عبوري 63 سفين من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 83 مليون طن يوم أمس بما يؤكد قدرة الهيئة على إدارة المجرى الملاحي في أصعب الظروف المناخية في ظل ما تمتلكه من أنظمة تكنولوجية متطورة لمراقبة الملاحة وكفاءات وخبرات متميزة في الإرشاد هذا وأكد الفريق أسامة ربيع على أن هناك جاهزية كاملة من الهيئة للتعامل مع موجة التقس السيء واتخاذ كفة التابير والإجراءات الاستباقية التي تكفل عبور السفن المرة بالقناة بأمان ويسر مشيرا في هذا الصدد إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد اليوم عبور 67 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن